نزوح جماعي باتجاه محافظة مارب بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على مديريتي الغيل والحزم الواقعتين في محافظة الجوف وفي اتجاه مخيمات قديمة أو تحت الإنشاء يفر آلاف المواطنين من جحيم معارك الجوف وتتوالى المناشدات المحلية المنادية بوضع حلول عاجلة لاحتواء الأفواج المهجرة إلى مخيمات داخل مارب وبالقرب منها الاحتياج كبير جدا في مجال الإيواء وفي مجال القذاة وفي مجال المياه ونوجه عبركم نداء السيغاثة للنظمات الدولية والمحلية لإقاثة النازحين بما يوجودون به من قذاة ومأوى ومياه هذه الأهم لدينا لكي ننقذ هذه الأسعار المشتدة الوحدة التنفيذية للنازحين في مارب طالبت المنظمات الدولية والإنسانية بتقديم المساعدات الإيوائية والإيغاثية العاجلة للمخيمات القديمة أو التي تحت الإنشاء مثل هذا المخيم الواقع في منطقة الميل واكدت الوحدة بأن العشرات من الفارين من الحرب توزعوا في مراكز المحافظة وبعض المديريات بينما لا يزال بعضهم في الصحراء دون موى وقدر التقارير المتعددة نزوح أكثر من ألفين ومئة عائلة خلال يومين بحسب الأمم المتحدة فإن آلاف المدنيين نزحوا من الجوف بسبب المعارك بين الجيش والحوثي وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن على أن العائلات النازحة التي وصلت إلى موقع الميل للنازحين تعاني من عدم القدرة على الاستضافة حيث أن القدرة الاستيعابية للمخيمة لا تتجاوز ألفا وأربعمائة وأربعين أسرة المدنيون داخل الجوف والنازحون في مارب واقعون بين كارثتي الحرب والنزوح وقد تقطعت السبل بالنازحين في قرى ومدن الجوف وفي صحراء الرويك الممتدة باتجاه مارب التي تشهد ضغطا كبيرا عليها وتحذيرات من عدم قدرتها على استيعاب احتياجات النازحين وتخوفا أكبر من انتقال المعارك إليها